اشتركوا في القناة الكرمى شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وفي قطرة كل هموم الكرمى الكرمى ومدام احنا الأخزان سابتين في الكرمى يسوع بشهادة لكل الناس كن في النور للجموع الكرمى الكرمى يلا بعدي معوية نتشارك المسئولية ننخلي رسال في القلب وصل كل البشرية أعزائي مشاهدي قناة الكرمى في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإسبوعي المباشر برنامج الكرمى في البداية يحب هنأ حضراتكم بعيد العنصرة أي عيد حلول الروح القدس على تلميذ يوم الخمسين كل سنة وحضرتكم طيبين ولكن لكن هل أصبح هذا العيد مجرد ذكرى نحتفل بها كل عام مجرد ذكرى لأحداث عظيمة حدثت في الماضي وانتهت أم أن لها تأثير ومفعول حدث مع التلميذ والمؤمنين وإلى الآن من بداية الكنيسة وحتى الآن هي مفعيل هامة وضرورية لحياة كل مؤمن ومؤمنة اسكر لنا الكتاب المقدس أن رب يسوع قبل صالبه وموته وقيمته أخبر التلميذ أنه ماض إلى الآب فحزن التلميذ وملأ الحزن قلبهم لكنه قال لهم نو خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق يأتيكم المعزي وهو يقصد الروح القدس وقال عنه أنه سيمقص معكم إلى الأبد هو ماكث معكم ويكون فيكم ولكن كما دارت حول حياة الرب يسوع لكل المجد الإله المتجسد الكثير من الأقويل والتساؤلات والاتهمات دارت حول الروح القدس أي روح الله الكثير من الأقويل والأسئلة والاستفهمات بل الاقتهمات فالبعض تجاوب ما عمله لكن البعض تجهلوا والبعض أيضا قاوموا ولكن هناك من قال أن عمل الروح القدس انتهى مباشرة بعد انتهاء عصر الرسل ونحن من برنا هذا نريد أن نكشف الحقيقة الكتابية من الكتاب المقدس عن ما هو الروح القدس ويترى ما هو مفعول الروح القدس في حياتنا حياتنا اليومية وما هي مواهبه وأيضا سنتعرض لبعض المواهب التي يثار حولها كثير من الأسئلة وأيضا هناك الكثير من الغموض فيها وكل هذا في موضوع بعنوان هل انتهت مواهب الروح والمعجزات بعد عصر الرسل حنعرف دوت لكن طبعا احنا بنرحب جدا جدا بتليفوناتكو واتصالاتكو وعبر الأرقام التليفونات الموضحة على الشاشة وأيضا عبر البس المباشرة على الفيسبوك الخاص بقناة الكارما الكارما تيفي الصفحة رسمية لقناة الكارما وتعالوا بنا دلوقتي نرحب بضيف الحلقة اللي الرب هيستخدمه فيما بيننا رجل الله وخادم الرب القصة صامحة دادرة كنسة الأولى بنورث ريج بكاليفورنيا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا فيك يا أخت ليدي مبارك كل سنة وحضرتك طيب وانت طيب وزي ما كنا بنقول الدقيقة روح القدس هو مش مجرد شخص عادي لكن هو شخص هام جدا في حياتنا لكن خلينا نتكلم ونركز كلامنا عن الروح القدس ناس كثيرة بتفتكد أن الروح القدس هو مجرد ملك أيضا هو مجرد قوة في ناس بتقول هو مجرد روح زي ما عارف أنه الملائكة أرواح فهو مجرد روح من ضمن الأرواح يمكن فيه قوة شوية لكن هو روح ناس كثير بتقول حاجات كثير قاوية عن الروح القدس خلينا نعرف ونقرب أكثر من شخصية الروح القدس من هو روح القدس؟ تعرف كإنسان مسيحي إيمان الإنسان المسيحي دائما بيكون لازم يكون مبني على الصخر ما ينفعش يكون مبني على رمال لأنه ممكن في أي مناظرة يخسر الإيمان لازم يكون مبني على الصخر صحيح هل الله عنده القدرة أن يتواجد في أكثر من مكان بنفس الوقت؟ بالتأكيد ممكن يكون في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا بنفس الوقت وفي قارة أوروبا بنفس الوقت في عدة مدن في نفس الوقت ليه؟ لأنه الله كلي الوجود صحيح وهو على العرش هو الآب وهو على الصليب هو الروح القدس هو الإبن؟ هو الإبن وهو في قلب الإنسان هو الروح القدس بتأكيد تمام ليه؟ لأن الله هو واحد في المسيحية ما فيش تعدد بالآلهة الله هو واحد لكن منشوفه على العرش منشوفه على الصليب ومنشوفه في قلب الإنسان في الروح القدس فالروح القدس هو الأقنوم الثالث والمسيحية مبنية على ثلاثة أقنيم الآب والابن والروح القدس إله واحد وليست آلهة إسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد إذن الروح القدس هو شخص الله ذاته؟ هو شخص الله هو مش قوة ولا بعض الناس بعطوه صيغة المؤنث حاشة لله أن يصاغ أو ينادى بصيغة المؤنث وبعض الناس بتفكر أنه هو مجرد زي شبح زي جوست لكن هذه كلها أقاويل من الناس اللي ملاش أي أساس من الصحة الروح القدس هو نفسه الله هو الله صحيح عشان كده يمكن الروح القدس بنقول أنه هو شخص هو أقنوم هو شخص عقل طبعا قد يحزن قد ينطفق قد أمور كثيرة أوي ممكن يقاوم إذن هو الله الزافق مش ملك طبعا لأنه الملك مش ممكن يسكن في كل الناس في نفس الوقت فإذن مش ملك طيب تفضل فيه شيء مهم وشيء أساسي الشيطان بيحب يسكن في جسم الإنسان لأنه جسم الإنسان رطب في الداخل فبيرتاح في جسم الإنسان بيفضل أنه يسكن في جسم الإنسان ويستخدم الإنسان للشرور في الشر الملك ما يحبش يكون في جسم الإنسان كأنه مسجون لأنه الملك هو روح خادم فعمله هو الخدمة والتنقل ويعمل بعمل بأوامر الله حسب إرشاد الله ففي فرق بين الشيطان وبين الملك الروح القدس ليس في ملك بكل تأكيد هلأ ذكرت أشياء لما بنتكلم عن الله هل الله يتكلم؟ طبعا هل الله يرى؟ نعم هل الله يحس؟ نعم هل الله له وجود؟ نعم هل الله قادر على المسير؟ نعم هل الله يجلس؟ نعم هل الله يفكر؟ نعم هل الله خلاق؟ نعم فما ينطبق على الآب ينطبق على الروح القدس وينطبق على الإبن الرب يسوع المسيح صحيح جدا وزي ما حركت ذكرت وقلت أنه بيخلق وكتاب بيقول ترسل لروحك فتخلق وجه الأرض وتجدد وجه الأرض إذن فعلا روح القدس هو ليه كل المفعيل بتاعت الإب نفس السفات طب أما ليه بنسموه وإحنا بنسميه الروح القدس أو كتاب يسميه الروح القدس هل هو مميز في قداسة جوهره عن الأقانيم الثانية طبعا 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 الله قدوس القداس عند الله مصدر القداس هي الله الله ساكن في نور لا يدن منه حتى الملائكة اللي تحيط العرش السرفيم هي ملائكة نارية والملائكة اللي بتحمل العرش هي الكارابيم أيضا ملائكة نارية عيناه أطهر من أن تنظر الشر صحيح ففي قداسة الله جو قداسة حتى السماء حتى السماء نفسه مسكن الله مسكن الله ما فيش فيه أي نوع من النجاسة مكان مقدس إذن هو مقدس زيه وزي الأقانيم الثانية الآب والابن ورحمة قدس هم الثلاثة مقدسين هو الله بالذات هو روح الله تمام تمام طيب ناس كتير بتجول فيه كلمتين فيه كلمتين واحدة منها تنطبق على الله والتاني تنطبق على البشر القداسة يعني بعد صعود المسيح في السماء لكن هل كان في العادة الأزيم فيه أي إشارات للروح القدس؟ طبعا عدة مرات عدة مرات عدة أماكن أعطيك مثل بسيط يعني في أخبار الأيام الثانية الساحة خمسة بتكلم لمدشن والهيكل ابتدروا الكل يسبحوا الله الملأ الكهنة أكثر من 120 شخص على الستيج واللي بيعزفوا بيعزفوا واللي بيرنم بيرنم بقول لك البيت بيت الرب امتلأ صحاب ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب الصحاب لأن مجد الله ملأ بيت بيت الله ده صحيح ده كان حضور فعلا إلهي طبعا ويمكن نضيف كمان أيوب قال كده روح الله صنعني في آيات كتيرة بتتكلم عن روح الله في العهد حبينا نجيب الآيات اللي بتتكلم بذكر الرؤية يعني أبسط أبسط شيء أبسط شيء وأسرع شيء مزمور 51 صحيح مزمور 51 لما داود تاب عن خطيطه 51-11 آيوة عرفتي قاله كده روح حق القدوس لا تنزعهم لا تنزعهم ده صحيح حق الأسيس بس هاي الأعيات المعروفة كتير مشهورة ده صحيح هل موجود في الروح القدس في العهد القديم؟ بكل تأكيد ليه لأن الله موجود في العهد القديم خلينا نتكلم على علاقتنا بالروح القدس يعني كتاب المؤدس بيذكر لنا كده هوت في كورنسوس الأولى والإصحاح الـ 12 والعدد الثلاثة بيقول ليس أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس وهنا يمكن بيبرس سؤال إذن ده دور الروح القدس أنه هو بيقول للشخص أنه المسيح هو رب أنه مش مجرد إنسان عادي ولا نبي ولا رسول لكن هو رب طيب هنا هوت إيه دور الشخص اللي هو ما يعرفش المسيح؟ هل كل المسؤولة بتقع على الروح القدس؟ ولا قيمان؟ أيضا بتقع على الشخص اللي هو ما يعرفش في يحنى الرب يسوع نفسه قال للتلاميذ أذهب وأعد لكم مكان مثلا مضيت وأأتي أيضا وأخذكم لي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم ينبغي أن أرسل لكم الروح المعزي هو يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم فالروح القدس بذكرنا بكلام الرم الروح القدس بفهمنا هلأ الإنسان بحد ذاته استعابه محدود فهمه محدود بالتأكيد بالأمور الروحية خاصة في الأمور الروحية يمكن بيكون الإنسان نشيطه بيكون ذكي في الأمور العادية في العلم في الرياضيات في الفيزياء في كل المواضيع بيكون في عنده ذكاء لكن في الأمور الروحية الموضوع يختلف كليا في الأمور الروحية فيه هناك إعلانات إعلانات الله بيعطيها للإنسان وهذه الإعلانات من اللي بفهم الإنسان فيها الروح القدس فلما الرب يعطيني إعلان أنا مش فهم ومرة كنت نازلة على الكرمة وسمعت صوت الرب أعطاني تعبير باللغة العربية أول ما سمعت التعبير أنا ما فهمتهش يعني جملة شوي كانت طويلة بس ما فهمتاش بس كتبتها وبعد ما كتبت قال لي يا رب فهمني ابتدى يفهمني فيها فإعلانات الروح معتمدة دائما على روح الله القدس حتى نفهمها صحيح ما أقدر شفها بدون الروح القدس ما أقدر شفها لم قال الملاك جبرائي للعضراء الروح القدس يحل عليك حتى تفهمي يعني زي ما حالكو بتقول أنه الإنسان اللي هو الغير روحي عنده جهالة كتاب المؤدس بيقول كده هوت والكتاب بيقول برضو عن الروح القدس والرب يسوع شخصيا قال كده هوت في يحنى 16 والعدد 8 إنجيل يحنى 16 والعدد 8 متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى برة وعلى دينونة وأما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي إذن هناك ده عمل الروح القدس مع الشخص الخاطئ نعم إذن الروح القدس بيقوم بالواجب إذن طب المؤمن بيتقوم عمل الروح لكن الشخص الخاطئ أحيانا بيرفض عمل الروح في بعض الأحيان الخاطئ لأنه فيه هناك ظلم على الذهن أعرفتي طيب حتى نقدر نفهم حلقة اليوم لازم نعرف أنه فيه هناك فرق بين عالم الروح وعالم الجسد صحيح عالم الجسد مبني على المرئي مبني على المرئي والملموس والمحصوص عالم الروح مبني على الإيمان هو عالم آخر يختلف كلياً عن عالم الجسد يعني بتشوفي مرة دخلت الكنيسة وكان فيه شخص اللي بنظف قاعد في آخر بنك في الكنيسة وبيبكي بيبكي 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 زي اللي فقد أمه بلو مالك يا قال لي معقول ممكن الله يغفر لي خطياي اللي عملتها في حياتي أنا في داخل قلت لي يا رب يعني مش معقول يا روح الله قديه أنت بتبكت هذا الشخص صحيح قوة تبكيت الروح القدس لهذا الشخص كانت بشكل مش طبيعي طبعاً بقدر يغفر كل خطياك ولا عود يذكرها فيما بعد وصليت معه وسلم حياته للرهم وماشي مع الرب هالكلام يمكن كان من 20-25 سنة إذن علينا دور الشخص الخاطئ أو البعيد عن الرب علي دور أنه يتجاوب مع تبكيتات الروح القدس ما يبعدش ما يقسش ما يهربش ما يقول ما فيش فايدة لكن الروح القدس بيبكت وبيقول جوايا كده بيقول ده غلط ده صح تعالى للرب دلوقتي مقبول إذن حلو نحن نتجاوب مع همسات الرب شوفوا أختي دي وأنا قلتلك اللي أعطاني أعلان أعطاني في الطريق أنا ما فهمتش شوف اللي قال لي الروح القدس في جوهر التثليث تستقر السلطة التي تبعث القدر على التبوق بالخلق اللحظي والإبداع أما ذروة السلطة فتتبلور في الخلق اللحظي والقدر على تغيير التوابط أنا ما فهمتش ولا أي شيء منها حقيني كلمة كلمة لو أحدها فهمت الكلمة لكن المعنى من وراء ما فهمتوش وأعتقد إذا بفسر هذا بقدر يعطينا فهم لهذه الحلقة من فضل في جوهر التثليث في السنتر للثالوث الآب والإبن في السنتر تستقر السلطة في هناك سلطة صحيح اللي بتعطي القدرة على النطق إنه يخلق في لحظة شو في السلطة شو في السلطة زي ما عمل في سفر التكوين ليكن نور كان نور طب من فين جاب المواد ما بيحتاج مواد نطق وفي العربي هي بالعبري برى برى يا الباري الله برى فهو الباري خلق من العدم ففي جوهر التثليث تستقر السلطة التي تبعت القدرة على التبوق بالخلق اللحظي يعني بيخلق في لحظة بس ينطق بتم عرفتين والإبداع أما ذروة السلطة قمة السلطة تتبلور في الخلق اللحظي والقدر على تغيير الأمور الثوابت الأشياء الثابت للإنسان يقدر يغيرها ما فيش شيء صعب فأنا أنا لما سمعت الكلام ما فهمتوش أنا محتاج لمن للروح القدس يفهمني الكتاب المقدس في كتير أمور في الكتاب الإنسان العادي ما يقدرش يفهمها لأنه مش قصة وناس الله مقادين ومساقين بالروح القدس في الوحي تحت الوحي تحت إرشاد الوحي ونتكلم كمان شوي أكتر صحيح حر الأسيس إذن مهمة قوي أن يكون الروح القدس وأنا هو رفيقي وهو مرشدي وهو معلمي وأنا بقرأ كلمة ربنا لأنه ناس كتير بتقرأ كلمة كتاب مؤدس وبنشوف أنه هما للأسف يهجموا لأنهم بيقروا بأتيتود أو باتجاه قلب مخالف مش عايزين يفهموا أو يقولوا بيدركوا الأمور الروحية اللي هي فوق إدراك البشر طيب أنا عايزة أقول بردو نكمل حدثنا عن الروح القدس وعلاقتنا بروح القدس هل الروح القدس بيحل في الإنسان المؤمن وقت العماد ولا بعد العماد لأنه الكتاب بيقول في أعمال عشرة سبعة واربعين بيقول أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قابلوا الروح القدس كما نحن إذن هم هناوات بيكلم على ناس قبلوا الروح القدس وبعد كده اعتمدوا لكن هناوات في أعمال الاثنين تمامية وتراتين قال لهم بوترس توبوا ليعتمد كل واحد منكم فتقبلوا عطيته الروح القدس هل قبول الروح القدس بيكون قبل العماد ولا بعد العماد أوكي ولا في وقت العماد زي ما حصل مع سيد المسيح طيب شوفي فضل الخطوات هي كالتالي ايو اول شي الانسان الخاطئ لازم يخلص لازم يختبر الخلاص بمعنى لازم يتوب عن خطيئة لازم يتوب عن خطيئة يطلب الغفران من الرب ويطلب ان الرب يسكن في قلبه لما بيتوب عن خطيئة يولد ولادة جديدة ولما الروح القدس بيسكن في قلبه هو اللي بيصير الدليل هو المعلم هو المرشد الدليل والمعلم والمرشد يا كي لما انا بولد ولادة جديدة بعد ما اولد انا مطلوب مني ان انا اعتمد بالمي ما هي معمودية المي معمودية المي هي الشهادة امام الناس اني انا موت مع المسيح وقمت معه ايضا لما بينزل تحت المي هذا الموت ولما بيطلع من المي هذه القيامة لبست المسيح زي ما كتاب بيقول وبرضه كمان لبس المسيح ام اوكي فعدة امور تحصل في المعمودية المي بس معمودية المي لا تسبق التوبة والولادة الجديدة لكن تتبع ليه لانه شهادة على ما حصل في حياتي وتغيير في حياتي وقبول المسيح وتوبتي عن خطيائي هذا اللي حصل في الاول بعدين انا بعتمد في المي هلأ معمودية الروح القدس ممكن تكون بعد الخلاص قبل المعمودية المي او بعد معمودية المي احيانا بتحصل كده واحيانا بتحصل كده بالزر فمش شرط لكن في اعمال عشرة حصل شي تفضل خلينا نروح للشاهد الكتابي حتى حتى نقدر نفهم اعمال عشرة سبعة واربعين ايو هو ببدا من اربعة واربعين من اربعة اعمال عشرة اربعة واربعين يقول بينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس لأن موهبة الروح القدس انسكبت قد انسكبت على الامم ايضا لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله حين اذا اجاب بطرس اترى يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايضا وامر ان يعتمدوا باسم الرب حين اذا سألوه ان يمكت اياما فهون اللي حصل انه اعتمدوا بالروح القدس حل الروح القدس عليهم تفقوا يتكلمون بلغات وكي وبعدين اعتمدوا في الماء صحيح جدا هل اعمال تسعتاش اذا نروح لأعمال تسعتاش نشوف شيء رائع حقيقة في اعمال تسعتاش من بداية الاصحاح شوف شو بيقول فحدث في مكان ابلوس في كورينثوس ان ابولوس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسوس فاذ وجد تلميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له ولا سمعنا به ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس قال لهم بماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يحنى فقال بورس ان يحنى عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمن بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع اكي وانصر ايه صار معمودية الماء ولم وضع بورس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكانوا 12 رجل فهون منشوف ايه اللي حصل في الاول معمودية الماء وبعدين معمودية الروح القدس وعمال عشرة لا معمودية الروح القدس اول وبعدين معمودية احيانا بيحصل كده واحيانا بيحصل كده احيانا بيحصل كده تماما بس المهم انه نعرف انه اول شيء قبل ان نقبل الروح القدس لازم يكون في ولادة جديدة ليه لازم ينظف داخل الكأس قبل ما يسكن فيه خليقة جديدة في المسيح اعا صحيح فانا لما بتوب عن خطيائي قلبي يتطهر بدم الرب يسوع المسيح اولد ولادة جديدة ساعتها بقبل الروح القدس ساعتها بسكن روح الله فيه صحيح طيب معمودية الروح القدس احيانا بنسمع انها بتتنقل او بتحدث عن طريق نفخة او وضع ايد او صلاة او بتكرار كلمات معينة يا ترى ايه الصحيح في الكل اللي احنا بنشوفه دوت او بنسمع لا مش تكرار كلمات هو معمودية الروح القدس يجي لازم يكون فيه اشتياق ضروري يكون فيه اشتياق يعني لازم انا اكون مشتاء انه الرب يعمدني بالروح القدس هلأ اللي بيسبق المعمودية هو الملء الملء دائما يسبق المعمودية ليه كاسة المي حتى تفيد لازم تمليها تمليها بالزبط لما تمتلق من المي توصل لمرحلة تبدأ تفيد المعمودية هي الفيضان اللي بيحصل لما انا بمتلق من الروح القدس حتى افسر المعمودية اكتر بشكل بسيط جدا جدا ومفهوم للجميع ادي انا بعطي مساحة للروح القدس في حياتي نقطة هامة جدا في ناس معتمدين على على الفهم على العقل على قدراتهم العقلية على استعابهم صف الأمثال بقول اتكل على رب يقول قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك فإذا لما انا بعتمد على فهمي في كل شيء انا بكون السيد على كياني انا بكون المالك على نفسي لكن لما الروح القدس الساكن فيي لما انا بعطيه المساحة الكبرى فهو اللي بكون السيد على حياتي هو اللي بيعلمني هو اللي بيرشدني هو اللي بفهمني الأمور الكتاب بقول بعوائس لم تعرفها يعني أشياء عويصة حقيقة ما قدرش أفهمها لكن الروح القدس زي اللي قرأت لك يا قبل شوي يا صحيح لما بيعطي إعلان وأنا مش فاهمه ببدأ الرب يبسط لنا إياه صحيح يعني الرب كان لما يتكلم مع الناس يلاقيهم مش فاهمين يكلمهم بمثل هو إذا الزارع خرج ليزرع فعن طريق المثل بسط لهم إياها حتى فهموها والروح القدس ببسطنا الإعلانات لأن أقولك بكل صراحة إعلانات الروح القدس مش سهلة للإنسان الطبيعي ومش حيفهمها صحيح لأنه هو جسديني بيتكلم بالجسد وبالمفهوم الجسد فالإنسان الروحي بيفهم لكن الإنسان الجسدي لسه ما اختبر الرب لسه ما حصل على الاستنارة الروحية في الولادة الجديدة صعب أنه يفهمها تمام طب بس نرجع تاني أحد الأسيس حريك قلت أنه لو أنا عايز مع مدية الروح القدس أو عايز أن الروح القدس يمليني أنا بطلب الكتاب بيقول يعطي الروح الذين يسألونه أو يطلعونه لكن السؤال هو إزاي يعني نشوف ناس بتحط في مكانين في مكان بيقول يعطي الروح القدس للذين يسألونه يعني بطلبوه وفي مكان تاني يعطي الروح القدس للذين يطيعونه فلازم أنا أطلب ولازم أنا في نفس الوقت يكون في عندي طاعة لكلمة الله دور شرطين مهمين أويين أنا أسأل وأطلب يعني وإن أنا أكون في طاعة كاملة لكلمة الله يعني مستحيل الروح القدس أنا في عندي تمرد على ناحية معينة في حياة الروحية الروح القدس بكلمني عنها أعطيك مثل عدم غفران والروح القدس بنبيني أنت عندك عدم غفران اتجاه فلان يا رب عمدني بالروح القدس ما رح يعمدني بالروح القدس سمعت اختبار من خادم للرب عزيز كتير على قلبي قال لي في مرة يجي دكتور وقال لي أنا بدأت عمد بالروح القدس ولي فترة بصلي 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 لكن رب مش معمدني بالروح القدس فسألوا الأستيس قال له انت شو بتصلي شو اللي بتقوله لما بتصلي قال له عادي بقوله يا رب عمد عبدك الدكتور قال له شيل كلمة الدكتور من النص لأنه في الأمور الروحية فيش ألقاب داود قال له صرتك بهيمة عندك يعني يعني مثل بسيط أنه بعض الأحيان احنا منفكر أنفسنا مرة كنت بصلي مع شخص قال لي هو عمالة بصلي للرب وقال له رب أنا ما رح أقول لك أني بحكي لغات وما رح أقول لك أني أنا ما أخذ شهائدك يعني كأنه بقول للرب أني أنا بفهم أكتر منك صعب صعب نوصل للرب السل في التواضع دا صحيح دا صحيح هو العذراء مريم المطوبة قالت هو دا أنا أمت الرب فليكن لي بحكي فدي نقطة مهمة أوينا نكون بطيع صوت الرب في الحقيقة نحن كان لدينا اتصال من الأخ حاسع من أمريكا من فضلك عاود الاتصال هنأخذ اتصال حضرتك على طول طيب حرر أسيس حيانا بنشوف فيه ناس بتحط إيديها على ناس عشان يكونوا بنتلوا بالروح القدس هل دا أمر كتابي؟ شوفي حصل في الكتاب المقدس صحيح حصل في الكتاب المقدس في عدة طرق ممكن يحط يده لو الرب أرشد بس بولو سبكتب التي مثاوس مع أنه هاي يعني ممكن تتاخد في سياق آخر في اتصال عفوا الأخ حسن أنا أحب اسمها حضرتك بس نستكمل حديث بس معنا الأخ حسن من أمريكا أهلا وسهلا بحضرتك عليك مساء الخير إليك أختنا مساء الخير لحد تسأسيس أهلا بحضرتك مساء النور عليك أهلا بيك أنا هيتين مرة بطلع معكم أنا من حلقتين مبجوا لحضرتك أنا كنت معك الوقت بلت الراب أتفضل أهلا بس عندي سؤالين لحضرتك لماذا تعمد المسيح لماذا اعتمد المسيح ده رائع جدا سؤال هايل جدا أول حاجة مبروك عليك يعني أنت قبلت خلاص المسيح وفدائه والولادة الجديدة لكن حالك ده سؤال أول سؤال لماذا اعتمد المسيح في سؤال تاني اتعمد ايوة اتعمد المسيح اتفضل ايوة ايه تاني سؤالين همين جدا جدا أنا مشكورك جدا جدا جاء أجل أسئلة الهامة ديت في الحقيقة هم ده مش موضوعنا لكن الأسيس هيجاوب على حضرتك بطريقة سريعة شوية بنشكورك جدا يا أخي حسن لأجل تواصلك معنا واتصالك ربنا يبركك حال الأسيس أول سؤال لماذا اعتمد المسيح هل كان محتاجا لذلك الكتاب علمنا أنك لازم يتمم كل بر يعني بمعنى آخر أمام الناس لازم يظهر أنه هو بار بالكامل الناس كانت تيجي عند جحانا المعمدان تعترف بخطاياها وكانت نوع من أنواع طريقة التي فيها تظهر توبتها ورجوحها إلى الله فكان يتبرر بمعمودية يحانا فحتى يبدأ خدمته كان بداية لخدمته لأنه ابتدى الخدمة في السن الثلاثين وبحسب التقليد اليهودي الرجل ما يقدرش يبدأ خدمته للرب قبل هذا السن فكان السن سن قانوني بحسب الشريعة والبداية كبداية كان لازم يتمم هذا البر كان لازم يعمل هذا العمل أمام الشعب يعني في بعض الأحيان الختان كان واحد من الأمور اللي يفرض على الناس اللي كانت أممية لما تدخل للإيمان في بداية الكنيسة والمؤمنين اليهود كانوا في البداية يفرضوا هذا الموضوع إلى أن الكنيسة في أرشاليم والمسؤول عن الكنيسة كان يعقوب الرسول فض هذا الموضوع وقال أنه مش ضروري يكون فيه هناك ختان بس بالنسبة لمعمودية المسيح كان لازم يتمم هذا البر بالضبط هو المسيح ما جيه يوحن المعمدان قال له أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فقال له اسمح الآن لأنه ينبغي أن يتمم كل بر بالضبط السؤال الثاني السؤال الثاني دلوقتي المسيح قعد ثلاث يام جسده قعد في القبر الروحة لصعدت لله أوكي المسيح لما مات نزل إلى أقسام الأرض السفلة بحكينا برسالة فليبي ساب سبيا وعطى الناس عطايا المسيح الروح لم ينفصل عن الجسد المسيح ما كانش خمسين في المية إنسان ناسوت وخمسين في المية إله لكن كان لتنين مع بعض مية بالمية ومية في المية لكن لما بعد الصلب لما مات المسيح لما وضع في القبر نزل إلى أقسام الأرض السفلة وبعدين سعد أيضا لأنه لما بتقول إن المسيح مات دازمين إن روح انفصلت عن الجسد لأنه وضع المسيح يختلف كليا عن وضع البشر بالتأكيد حر الأسيس هي الفكرة إنه الرب يسوع كان جسده جسد إنسان إنسان كامل زي ما الحضر الأسيس قال 100% كان إنسان كامل الإنسان ما بيموت أو أي شخص بيموت إنسان عادي بيموت اللي بتموت فيه مش الروح اللي بتموت فيه الجسد الجسد هو اللي بيموت والروح بتسعد لخلقها فالمسيح أما مات الجسد اللي مات لأنه ناس كتير بتقولك إزاي هو الله بيموت وإزاي المسيح هو الله يعني فيه حلقة عنوانها كده حلوة حلقة ترجع عليها بتكلم بالتفصيل أكتر عن برنامج الكرمة المباشر بنتكلم بالتفصيل أكتر عن هذا الموضوع إنه الجسد هو اللي مات الله لا يموت لأنه روح فروح المسيح كانت فضلة بقية وهي اللي أقامت بعد كده الجسد فإزا الجسد مات ثلاثة أيام ودفن في قبل لكن قام قام هو ما كانش في حتاك حد يقومه لكن هو قام بسلطانه في رسالة روميا الصح 8 حتى تتوضح الصورة أكتر رسالة روميا الصح 8 بحكينا بولس الرسول فقلنا الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم في روميا كم حد الأسيس؟ 8 وعدد 11 الروح اللي أقام المسيح من الأموات من هو هذا الروح؟ هل الروح القدس؟ كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيى أسادكم المائطة أيضا بروحه الساكن فيكم من هو هذا الروح؟ كيف قام المسيح؟ شوف مرة تانية من أولي الآب الابن الروح القدس إله واحد في ثلاثة أقنين فلما تيجي تفصل الروح عن الجسد أنت عمالك تتكلم أنه في هناك موت روحي موت لهذه الروح وهذا لم يحصل أبدا في المسيح يسوع الجسد أيوة توقف الجسد عن النبض مزبوط ولكن الروح هو اللي أقام هذا الجسد من الأموات حرسيس هو ثلاثة اشتركوا في القيامة مكتوب الذي أقامه الله من الأموات ده كان بطرس الرسول بيقول الكلام ده قدام الناس اللي هم اليهود والكهنة أقامه الله وهو أقام نفسه قام من الأموات وثلاث حاجة الروح القدس إذن الثلوس اللي هو الله الواحد في ثلاثة قام من الأموات تشتركوا في عملية القيامة من الأموات لكن اللي مات مش الله الله ما بيموتش الجسد هو اللي بيموت ودي نقطة مهمة قوي إحنا معنا اتصال أيضا من الأخت نهال من لندن أنا مسألة بيك يا حبيبتي الأخت نهال هلو يا حبيبتي سمعيني أسمعك جيدا اتفضل يا حبيبتي سلام ونعمة حبيبتي برحب بحضرتك وبحضرة الأستيس عسام كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المشاهدين في قناة الكرمة الخدام اللي بيعلنوا كلمة الرب بكل جهارة وكمان كل العاملين اللي بيخدموا خلف الكاميرات بكل أمانة فعيد الحصاد جميل والرب يبرك الجميع ويسدد احتياجات القناة ويوسع تخوم خدمتها باسم يسوع في البداية لازم أشكر الله لأننا أبناء العهد الجديد بمعنى أن لنا الامتياز أن الروف القدس يسكن فينا ولا يكون ليس زائرا يعني زي ما كان في أبناء العهد القديم واللي عيش من غير الروف القدس خليني أقول هو يتين والوصف ده مش أنا اللي جايباه من عندي لكن الكتاب المقدس قال إن رب يسوع قال لطار والطهر لم أترككم يا تامة ولكني هبعت لكم أو هترك لكم الروح القدس اللي بيعزيكم فالحقيقة موضوع الروح القدس محشي أسئلة فأنا هقول بعض الأسئلة البسيطة اللي يمكن حضراتكم تعد عليها كده حضرتك قلت يا حضب الأسيس كل ما هعطي الروح القدس مكان في حياتي هلاقيه بيتكلمني ويخبرني بعواقص وعظائم وأسرار طب السؤال البديهي هو الروح القدس ده موجود ومتاح أذلب يعني لكل إنسان من أي دين من أي خلفية ولا للمسيحيين فقط وهل أقدر أقول إن روح القدس بيبكت المؤمن والمقابل لي هو الضمير في الإنسان العادي ولا دي حاجة مختلفة عندي والسؤال التاني اللي يهمني أنا شخصيا لا هدول صاروا السؤالين أختي وعدد أربعة هاي صارت أسئلة هلا تفضلي يا أختي لا ده صارت أسئلة ده سؤال بسيط خالص الضمير والروح قبض ده ربط عليه بكلمة واحدة أسئلة تفضلي لا 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 تسوق تفضلي يا أختي حسب لك ياهو طيب في إبرانيين ستة أربعة بيقول لأن الذين أستنيروا مرة وضعقوا الموهبة السماوية وصوروا شركاء الروح القدس يعني أكون من شركاء الروح القدس نفسي حضرتك تشرح لنا نوعية الشراكة دي وآخر حاجة لما داود قال روحك في القدس لا تنزعه مني هل الروح القدس ممكن أن ينزع من المؤمن ولا ده كلام بس في العهد القديم أما في العهد الجديد يعني ممكن نفذينه ممكن نطفه لكن بيفضل ساكن فينا شكرا لحضرة الأسيس وأسفى بنعدي أثيرة تانية كتير ستعني بس أنا أكتعفي ربي باركك رب حبيبة ألبي كلها أسئلة فعلا روحية وقد إيه بناء ومهمة جدا نشكري جدا لأجل تصالك أختي نهال الروح القدس للكل الله للكل لكل شخص بيأمن ولكل شخص بيتوب أنت لما بتتوب عن خطياتك وتلتجي إلى الرب وتعترف فيه إن أمنت بقلبك واعترفت بفمك بالرب يسوى خلصت فلازم الإيمان الاعتراف بعدين نتوب عن خطيانا ونطلب أن الروح القدس يسكن فينا فهو متاح لكل البشر صحيح يا حضرة الأسيس هنستكمل حديثنا وإجابات الأسئلة بس إحنا معنا اتصال من مصر نتعارف حرارك ممكن يكون الخطة يقطع معنا الأخوة ديع من مصر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مساء النور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بحضرتك شكرا لحضرتك موضوع شيء رائع موضوع الروح القدس حضرتك سأل هنروح القدس والعادة الجديدة نعم في سفر الأعمال 28 25 كلم نروح القدس أبانا لكن الروح القدس يشعر يقول في روميا 55 الروح القدس المعطنة في روميا 9 واحد شاهداني في الروح القدس إذا الروح القدس لا شغلينة الأمر الثالث في الروح القدس فرح في روميا 15 و 14 فرح في الروح القدس حلللويا والرجاء بقوة الروح القدس أمين شاء الله بيوميا 55 16 مقدورة مقدسة بالروح القدس كلمة الله هي أنفاس الله فالروح القدس هم ذات الله أمين هل يجوز استخدام الروح القدس برغض التأنيس يقول حلت باركة ده فقدنا الاتصال نشكرك جدا يا أخودي بيقول هل ممكن نتكلم نجوز نقول على الروح القدس أنه هو بالتأنيس حلت ظهرت لا طبعا بالتأكيد لا هذا عدم احترام كلامه سليم مليون في المية كتابي شوف لما نجيب آياتنا الكتاب المقدس بيكون هذا مسند مهم هلأ بالنسبة للروح وبالنسبة للضمير لأسئلت الأختنية الضمير مبني على القيم والمبادئ الاجتماعية ومن حضارة لحضارة بيختلف عند الشرق بيختلف عن الغرب عند الفار إيست في الصين في اليابان عندهم مبادئ بتختلف عن اللي في كوريا بتختلف عن اللي في بريطانيا ففي كل مكان القيم من بيت لبيت يعني بيختلف فأنا ضمير مبني على القيم الاجتماعية اللي أنا تربيت عليها لكن لما الروح القدس يكون ساكن في إرشاد الروح القدس بيكون مبني على كلمة الله مش على القيم الاجتماعية في بعض العادات والقيم الاجتماعية ممكن لا تتناغم مع كلمة الله لكن هل معنى كده إن الشخص تفضل؟ بعد الإيمان بعد الإيمان لما يسكن الروح القدس فيها الروح القدس بيحتضن الضمير والأشياء اللي بحسب كلمة الله بيحتفظ فيها والأشياء اللي مش بحسب كلمة الله برميها فما بيستخدمها فلاقي نفسي أنا لأني تغيرت ولدت ولادة جديدة الأمور اللي في التقليد في العادات وفي التقليد لا تتناغم مع كلمة الله المكتوبة روح الله بيذكرني فيها وبينبهني عليها بقولي ما تستخدمهاش ليه؟ لأنها مش للخير ومش للبركة ومش عاسف مش بحسب الوصية الكتابية فبعد الولادة الجديدة الروح القدس بيحتضن الضمير فبصير هو اللي بتحكم أو هو اللي برشدني في الطريق اللي أنا أسلك فيها بس أنا عايزة أقول حاجة أحد الأسيس بالنسبة لشخص خاطئ بعيدا عن الرب الضمير أحيانا بيموت من كتر الخطيئة لكن الروح القدس برضو بيفضل فيه عمل بيبكته من برا برضو بيذكروا بأنه يرجع للرب أنه هو تبكتات الروح القدس مختلفة طبعا عن تبكتات الضمير انت عارفة الروح القدس ما ببكتش الناس كلها عن جنبه طرف عن إيه سوريا؟ يعني مش كل الناس ببكتهم الروح القدس يعني مش شغال على كل الأشرار بشكل عام ما فيش أي شرير بيفلت من الروح القدس لا فيه ترتيب فيه شيء إلهي فيه مسند إلهي فيه مخطط إلهي فيه فالإنسان اللي خاطئ لسه مختبر الولادة الجديدة لسه عنده الضمير لسه عنده هالقيم هلا فيه ناس عندها بيموت عند هالضمير معناته مش بتفكر في هالقيم ولا بتعطي أي اعتبار لهذه القيم بتسكت صوت الضمير بتسكت وبالفعل ومنشوف هدف الإجرام الجرائم اللي بتسير بسكت الضمير هلا بالنسبة للذين استنيروا أصبحوا شركاء الروح القدس لما أنا بولك ولادة جديدة الروح القدس بيصير نصيبة نصيبة ساكن فيها هلا في آيتين في الكتاب المقدس كورنة 6.5.17 بقول من هو في المسيح فهو خليقة جديدة في كلوسي بقول المسيح فيكم رجاء المجد فأنا في المسيح لكن المسيح فيه ففي هناك شركة في هناك اتحاد في هناك نصيب في هناك بيست فرند يعني أنا بدون الروح القدس ما قدرش استمر في إيماني لأنه هو اللي بعلمني هو اللي برشدني هو اللي بكلمني هو اللي بفهمني وبعدين هو اللي بعزيني هو اللي بفرحني وزي ما سمعنا الآيات اللي ذكرهم الأخب لشوي هو روح الفرح روح الفرع هنا في أشياء 24 بقول لكنهم أحزنوا روح قدسي فتحول لهم عدوا ليه؟ لأنه أحزنت الروح القدس فهذا كله بولد تبكيت والتبكيت يعني شيء نحن ما نحبهش طبيعة الإنسان ما نحبش التبكيت أو الإدانة فلهذا السبب لا تحزن روح الله القدس الذي به ختمتم اليوم الفدام طيب ممكن نقول أننا نعملنا معه يعني هو بيقول لنا نعمل إيه وإحنا نعمل وهكذا في روح قدس لا تنزعه مني هل ينزع الروح القدس؟ شوفي الله لا ينزع روح القدس مننا لكن نحن اللي منطرد الروح القدس من حياتنا بارتدادنا عن الإيمان وده حصل داود شافه مع شاول يعني كتاب أكتب عن شاول ملك شاول وفرقه روح الرب وبغته روح رديل عشان كده داود بيقوله روحك القدس لا تنزعه مني طيب نستكمل طبعا أسئلة رائعة جدا جدا أنا بس نفتح موضوع الروح القدس وولد عطش عند الناس عايزين نعمل فعلا حلقة تانية حلقت أسئل من فضلك والأخني هال حياة باركة في كل الحلقات أشكرك أختي لأنك أثدني هذه النقاط ربنا يبارك هذا هي دايما باركة طب خلينا نتكلم عن الروح القدس دلوقتي سكم في دلوقتي وأنا ماليت بالروح القدس وتعميت بالروح القدس خلينا نتكلم على الروح القدس دايما بنسمع أنه في حاجة اسمها مواهب بنسمع أنه في حاجة اسمها ثمر الروح يا ترى إيه المواهب وإيه هو ثمر الروح وهل في حاجة أهم من حاجة أنه في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده وفي ناس بتحب الاتنين في سفر النشيد الأنشاط بقول الرب للعروس بقولها خدك كفلقتي رمانة خدك كفلقتي رمانة إذا بدل على شيء بدل على الثمر رئيس الكهنة لما كان يدخل إلى قدس الأقداس على داير توبه تحت فيه هناك الجلاجل يعني أجرس من دهب جرس رمانة من دهب جرس رمانة على داير التوب من تحت الجرس يرمز إلى مواهب الروح القدس لما بترن الجرس تعلن صوت فمواهب الروح القدس بتعلن المجد للرم الرمانة بتدل إلى ثمار الروح القدس الثمار مهمة خلينا نتكلم عن الثمر الأول عفوا يا حر الأسيس وبعاكد نتكلم عن المواهب باختصار الثمر الجرس والرمانة ما فيش اتنين جمعات مش جرسين مش رمانتين جمع بعض لا فيه جرس رمانة جرس رمانة داير التوب كله تقصد ايه الثمر بغلاطة خمسة بعرف لنا ما هو الثمر ولن رحنا على غلاطة والصاح الخامس بنشوف ثمار الروح القدس خمسة أثين كاشفين نقرأ مع بعض عدد 22 أما ثمر الروح فهو فهو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف دا كله دا ثمر الروح ثمر واحدة لحضور الروح في حياتي هادي الثمر لما روح الله ساكن فيه تظهر في حياتي هادي الثمر لو روح الله مش ساكن فيه ممكن تظهر بعض الثمر ممكن تظهر بعض الثمر لكن تختفي بسرعة بسبب أي شيء آخر يعني لو أي شيء بيحصل معي ممكن أتغير ممكن أنرفز ممكن أعصب ممكن 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 تلاقي تختفي هادي الثمر لما روح الله ساكن فيه هادي الثمر ساكن فيه جزء من شخصيتي ندر نقول إن هذه علامة من علامات وجود الروح القدس في الشخص المؤمن شوفي تعالي أول واحدة فضل أول محبة فأول محبة أنا مش بحب شروط لكن بحب وإذا نقاب له محبة غير مشروطة محبة مقحية فبعد الولادة الجديدة اللي ما بسكن فيها الروح القدس بتلاقي نفسي بحب الناس اللي ما بحبونيش ليه حتى لو مهما نعمله هاي محبة الله انسكبت بقلوبنا في مين في الروح القدس محبة فرح تلاقيني فرحان ليه فرحان لأن الروح الله ساكن فيه لو أنا الروح الله مش ساكن فيه برح بحاول أفتش على الطرق والوسائل اللي تولد فرح في حياتي رفت ف يعني بتلاقيني بروح محلات اللي فيها موسيقى وفيها رأس وفيها مشروب وفيها مخدرات وبحاول أستخدم هذه الأسليب حتى أولد فرح في حياتي لكن لما روح الله ساكن فيه الروح الله هو نفسه بولد الفرح حضوره بخلي فرح في حياتي السلام نفس الشي نفس الشي السلام وهكذا صحيح طيب ما عليش حرور أسيس فيه اعتراضات على النقطة دي أنه فيه ناس بتقول أنه بوليس رسول بيقول جدوا للمواهب الحسنة وأنا أريكم طريقا أفضل يعني إذن هنا هو الطريق الأفضل هو الثمر فهل الثمر يعني هذا أنه الثمر أفضل من المواهب أنه ده طريق أفضل من المواهب شوفي صدر الثمر لوحده ما بيكفيش ليه؟ ليه؟ ليه رئيس الكهنة على داير توبه في جرس ورمانة؟ لأن الجرس بيعمل صوت طب إيه المنفع من صوت الجرس؟ لما رئيس الكهنة بدخل إلى قدس الأقداس وحامل بإيده الطاصة اللي فيها الدم نازل على بطنه من تحت استارة بيدخل إلى قدس الأقداس وبوقف أمام تابوت العهد وببدأ ينضح من الدم ويرمي على أو يرش على تابوت العهد لو الرب رضي على هذه الذبيحة دم هذه الذبيحة بيطلع رئيس الكهنة زي ما دخل مدام ما هو في جوه وعم بيمشي حوالين تابوت العهد وفيه صوت للجلاجل والرمان معناته وحي أنا محتاج للثمار لماذا؟ مدام ما روح الله ساكن فيي لازم يكون فيه ثمار إذا مش موجودة ثمار روح الله القدوس في حياتي معناته ما فيش وجود للروح القدوس نفسه إذا أنا ما عنديش سلام إذا ما عنديش طول أنات إذا ما عنديش فرح إذا ما عنديش وداعة إذا ما عنديش تعفف ما تروح الله فين ده صحيح جدا يا حر الأسيس لأنه كتاب بيقول كده هو إن كنت أتكلم بألسلة الناس والملائكة ليست لي محبة فقد سنتون حيسن يطن أو سان جانيرين إذن المتنين مهمين جدا جدا هنتكلم عن المواهل أكثر لا طبعا بيمشوا مع بعض صحيح الثمر والموهبة تمشي مع بعض للأسف إحنا كان عندنا اتصال من الأخ عزرة من مصر فقدنا الاتصال من فضلك عاود الاتصال مرة أخرى هنأخذ تنيفونك على دول طيب مواهب يروحوا قدوسية إيه أما نقول مواهب يروحوا عايزين نعرف إيه هي وموقعها فيهم في كتاب المؤدس طيب أنا كإنسان أب عندي أولادي أنا بستمتع لما بلاقي أولادي بيعملوا الأشياء اللي أنا بعملها صحيح بتكلموا باللغة اللي أنا بتكلم فيها بيستخدموا المصطلحات اللي أنا بستخدمها أسلوبهم مع الناس زي أسلوبي أنا مع الناس أنا بفرح لما أولادي بيمثلوني ونفس الشيء الله مواهب الروح القدس هي من كيان الله تعال نشوف ما هي المواهب صحيح في كورنتس الأولى الصح 12 واحتمال نحتاج نروح مرة تانية على موضوع المواهب لأنه موضوع واسع شوي وبحتاج دراسة أكتر كورنتس الأولى الصح 12 وعدد أربعة نبدأ من عدد أربعة حتى نهاية عدد 11 من أربعة لـ 11 يقول بولوس الرسول بقول أنواع مواهب موجودة لكن الروح واحد أنواع خدم موجودة لكن الرب واحد أنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل لكنه لكل واحد يُعطى إظهار الروح للمنفعة فإنه لواحد يُعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة ولآخر تمييز الأرواح ولآخر أنواع ألسنة ولآخر ترجمة ألسنة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء هل هنا في عنا تسع مواهب هذه المواهب من كيان الله لو نظرنا لأول موهبة فلواحد يُعطى بالروح كلام حكمة من فين كلام الحكمة وين منلاقي كلام الحكمة هل رأس الحكمة ما خافت الله لكن هو الحكيم هو كلي الحكمة من تعوزه حكمة فليطلب من قبل أنوار أنا محتاج حكمة بطلب منه لكن موهبة كلام الحكمة هذه المواهب الروح القدس بيعملها في الإنسان بعد ما يعمده بالروح القدس بعد ما يتعمد لما ببعط المساحة الكاملة للروح الله أنه يعمل في حياتي بيبدأ يستخدمني بهذه المواهب ما فيش إنسان عنده كل المواهب لأنه إذا إنسان واحد صار في عنده كل المواهب بطل في حاجة للكنيسة صحيح عرفتي؟ لكن الروح القدس شو بيعمل في الكنيسة؟ بيوزع المواهب حتى نكمل بعضنا البعض صحيح عرفتي؟ فهلأ روح الحكمة كلام الحكمة لما بيعطيني موهبة كلام الحكمة بيعطيني كلام من عنده بإعلان منه في موقف اللي الصعب الإنسان يتداركه وصعب يتصرف فيه محتاج شخص يقوله ويدله الشيء الصحي المفروض ينعمل ناخد مثل لما الأمهات الاتنين اللي في العهد القديم لما حبلوا جابوا أولاد واحدة منهم نامت على ابنها بالليل خنقته يمكن هي بتردع فيه خنقته واستبدلت ابنها الميت بابن التاني وأخدوا عن سليمان الحكيم قال سليمان الحكيم أقت الولد ونادى السيافة فاللو طعف النص عطي هاي النص وهذا النص هذا كان كلام حكمة ليه؟ لأن الأم الحقيقية رفضت إنه ابنها ينشطر بالنص فالتصرف هذا كان تصرف حكمة عرفتي؟ فموهبة كلام حكمة بإعلان من الله يعطي لأشخاص إنه كلام يفوق ذكاء الإنسان صحيح بص يا حرر أسيس في الحقيقة يعني أغلبية المواهب مفهومة ومعروفة لناس كتير وناس كتير تدركها لكن موضوع موهبة التكلم بالألسنة بالذات عليه حوارات كتير وكلام كتير أوي فحابين يكون بنتكلم على لأنه كتاب يقول هذه الأيات تتبع المؤمنين يتكلمون بألسنة جديدة إذن كل شخص مؤمن المفروض يكون بيتكلم بألسنة جديدة زي ما كتاب بيقول لكن إيه ترى الألسنة وإيه الموهبة ديت عايزين نفهمها أكتر من فضلك بأشياء 28-11 بيقول إنه بشفة اللكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعر صحيح الألسنة هي عبارة عن لغة الرب أعطيها للإنسان لما بيمتلئ من الروح القدس وبفيد فيه روح الله ببداية يتكلم بالألسنة هنا في بعض الناس بتقول بعض مش كل الناس بتقول إنه الألسنة كانت فقط لبداية الكنيسة وهذا طبعا كلام مش كتابي أبدا ليه مش كتابي لأنه مش بس في يوم الخمسين حصل فيه حصل فيه انسكاب الروح القدس وفيضان روح الله وصار فيه تكلم في ألسنة لاحظي في صحة اثنين من أعمال الرسل إنه الناس اللي خارج العلية كان يسمعوا اللي في العلية بيتكلموا بعضائم الله بلغتهم صحيح هلأ اللي في العلية كانوا ما كانوش عارفين هاي اللغة فالألسنة هي عبارة عن لغة مفهومة لشعوب بس للشخص اللي بناطق فيها مش مفهومة فأنا لما بتكلم في اللسان أنا مش فهم اللسان لما بتكلم فيه وهذا هو الإعجاز يا وده اللي هنتكلم فيه أكتر دلوقتي هذا إعجاز ده صحيح طيب خلينا نتكلم الأول في كتاب مؤدس بيكلمنا عن أنواع ألسنة بعدما قال ألسنة تكلمنا ألسنة بيقول أنواع ألسنة وده في كورنسوس الأولى إتناشر والعدد عشرة كل نسوس الأولى إتناشر والعدد عشرة بيقول لأخر عمل قوات وآخر نبوة وآخر تنميز أرواح وآخر أنواع ألسنة وترجمة ألسنة وبرضو بتكرر في عدد 28 يا ترى إيه هي أنواع ألسنة طيب يوم الخمسين كان فيه حوالي 17 اللغة ألسنة 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 وفي ألسنة 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 ملائكة أم أم لأنه في كورنسوس أولها 13 بقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس أم والملائكة أم وفي حاجات زي ما حققت بتقول فيه ألسنة نقدر نقول إن فيه تلات مستويات للألسنة الألسنة إن أنا بكلم الله بالألسنة بصلي بالألسنة وفيه إن أنا أكون بكلم الكنيسة بالألسنة لكن طبعا لازم يكون فيها ترجمة وأحيانا الخدمة زي ما حققت بتقول إن أنا أكون بخدم بالألسنة إن أنا أكون بكلم بالألسنة والناس بتسمع اللغة بتاعتها اللي هي اللي أنا بوعظ بها ده في الخدمة لكن فيه ناس بتقول إنه إيه أهمية التكلهم بقلسنة ليه يعني إنتوا ليه بتقولوا لازم الآية دي يعني وحطينها ووقفين وده إيه أهمية التكلهم بقلسنة التكلهم بقلسنة بيعمل إيه للشخص شوفي أخت ليدي شوفي أخت ليدي ما فيش شي مفروض على الإنسان أكي اللي مش عايز إنه يمتلق من الروح القدس ما تمتلق مش عايز تقرأ كورينتس وقوله 12 تقراش مش عايز كورينتس وقوله 14 ما تقراش ما حدش بفرض عليك أنك تقرأ أي شي هذه كلها امتيازات الرب يعطيها للمؤمن هذه كلها مجالات الرب يستخدم فيها المؤمن بقوة صح يستخدم فيها المؤمن تمام فالسبب الهدف من وراء المواهب استعلان مجد الله في وسط العالم كنيسة كنيسة قال لك مثال صحيح أعمال 16 بورس أعمال بيشتغل وبيبشر وبيعمل لحقته جارية هؤلاء عبيد الله الحقيقة الذين ينادون لكم بطريق الخلاص فضلت وراه كذا يوم وراه بعد بالأخير التفت إلها بولوس وأمر الروح أنه يخرج منها طيب شو الموهوب اللي كانت موجودة عند بولوس؟ تمييز أرواح ليه؟ تمييز الأرواح بتميز بين روح الله أو روح الشيطان أو روح الإنسان نفسه من نفسه صحيح فمييز بولوس أن هذا الروح هو روح شيطاني فأخرجوا منها وقفت تتكلم وتتنبأ ليه؟ لأن الروح الشيطان اللي كان فيها ترك هلأ في شيء أكثر أساسي ومهم لازم نعرفه هذه المواهب هي من الله لمين؟ للمؤمن للمولود ولادة جديدة للي الروح القدس ساكن فيه هل ممكن أنه الله يستخدم إنسان في المواهب من دون ما يعمده بالروح القدس؟ إنسان مؤمن؟ نعم إنسان مؤمن تقول مؤمن بدون ما يكون معمد بالروح القدس؟ نعم ممكن يستخدمه ولكن على نطاق ضيق جدا ومش في كل المواهب صحيح عرفتي؟ المواهب تفتح أفق جديد أمام الإنسان صحيح عرفتي؟ المواهب بيبدأ ربي يستخدم الإنسان بقوة في وسط الكنيسة ممكن أو في وسط الشعم أو في أي مكان بتواجد إليه من أحدى المواهب كلام علم تصوري إنك أنت يعني الله عارف كل شيء أنا مش عارف أي شيء كنت مرة في اجتماع مرت ست من قدامي صوت في داخلي بقول لي هاي مش ما بتخلفش بتجيبش أولاده قلت يا رب أنا مالي لا هو بيقولك عشان سابب هو بقول لي هاي ما بتجيبش أولاده مرت من قدامي أنا ما بتخلف أنا معرفهاش معرفش يمين صحيح بعد ما مرت بآخر اجتماع خدمته خلص بعدين رجعت هي ومحى رجل فعرفتني قالتلي أنا فلان الفلاني وهذا زوجي ممكن تصلي معنا بقولها خير في إيه قالتلي إحنا ما بيجيناش أولاد والروح كان قالك قبله فكان قردي هذا اسمه كلام علم عرفتي هلأ كل المواهب الروحية التسعة في إلها كونترفيت في إلها المزيف فين المزيف مش من الله لكن فين من الشيطان اللي بروحه عند اللي بفتحه في البخت اللي بروحه عند اللي بفتحه بالكف اللي عند العرفين عند السحرة هذا تقليد لمين للروح القدس هلأ الروح القدس ما مستحيل يأذي إنسان لكن الأرواح التانية بتأذي بتأذي الإنسان عرفتي هلأ في تثنية 18 الرب بنعنا إنه نلتجأ للسحرة ولا العرفين ده بالتأكيد حق الأساس ممنوع تأكيد ليه لأنه هذا تعدي عرفتي وبيأذونا ويا ما فينا السكن فيهم شياطين بسبب روحتهم عند السحرة والعرفين والسحرة واللي بيكتبوا بالحجم صحيح وكتاب يقول لنا من يتكلم باللسان يا ابني نفسه كلنا أكيد نحب أن نبني نفسنا ولا تمنعوا التكلم باللسان أمور كثيرة جدا حق الأساس وأنه بيكلم على الترجمة كل الكلام ده إذن مهمة جدا لبنيان الكنيسة المواهب الروحية دي مهمة جدا جدا لبنيان الكنيسة وعشان كده كانت فلأ في وقت عصر الرسل المحزن أنه في بعض الناس أساءت استخدام المواهب وأساءت التكلم في الألسان دي نقطة طبعا مهمة للأسف لأنه ما فيش تعليم كافي عرفتي قبل فترة اتصل معي شخص من الجزائر وسألني الترتيبات اللي مفروض تحصل في الكنيسة وقت عيد الميلاد لما عدت أفكر في الموضوع لقيت أنه في الجزائر ما فيش مسيحيين ما عندهمش تقليد ما عندهمش ترتيبات في مسيحيين متنصرين لكن مؤخرا ملايين صاروا اختبروا ربي يسوع كمخلص شخص لحياتهم ده صحيح فهلأ بدوا حياة جديدة محتاجين يتعلموا بيحصل إيه في في هذه المناسبات عرفتي فبالنسبة للناس اللي بتتكلم في ألسنة ما فيش تعليم كافي ما فيش توعية في الكنيسة لهذا العمل وما فيش تصحيح صحيح عشان كده احنا بنحاول نلقي الدوق على الأمور دي كلمة من عق يعني مزبوط مرات في ناس بتعق مزبوط هاي بتسبب عطرة للناس التانية أنا بعرف أشخاص كتيرين بطل يطلبوا مع مدية الروح القدس لأنهم انعثروا من ناس كانوا يتكلموا في ألسنة بس أقولك بكل صراحة وبكل مصدقية أمام الرب لأنه ناس أخطأت استخدام هذه العطية من الرب ما بيعني أنه هذه العطية غلط بالعكس لازم أدرس الكتاب وأتوعى وأطلب إرشاد من الروح القدس حتى يفهمني أنا مقدرش ألغي هذه الإصححات من الكتاب المقدس لأنه شيء أساسي في حياتي ومن بداية الصراحة 12 بقول من يتكلم بلسان يا ابني نفسه طب واللي مش بتكلم في لسان صحيح يمكن في كورنسوس الأولى 14 والعدد 26 مهم قوي نكون من طلحها الشاشة بيقول متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له إعلان له ترجمة فليكن كل شيء للبنيان إذن ده مهم قوي مواهب لبنيان كنيسة طيب حضرة الأسيس معلش عزيزة نتكلم في آية بتقول في كورنسوس الأولى برضو 13 بتقول أنه الصلاة بالألسانة انتهت فيه ناس بتقول كده عشان قد جاء الكامل الكتاب يقول كده المحبة لا تسقط أبدا لا أنا مش قد جاء الكامل لا خننتبه للوقت ما هو هقول الآية ما أنا هقول لحضرتك الآية دلوقتي بيقول المحبة لا تسقط أبدا أما النبوات فستبطل ده من كورنسوس الأولى 13 من 18 كورنسوس الأولى 13 من 18 المحبة لا تسقط أبدا أما النبوات فستبطل والألسانة فستنتهي والعلم فستيبطل لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ لكن متى جاء الكامل فحين إذن يبطل ما هو بعض عشان كده ناس بتقول الألسانة أو كتاب يقول الألسانة ستنتهي بس لا شوفي فضل والنبوات ما ناخدش نص آية ونبني عليها تعليم من فضلك علي سوطك يا سيزة الناس تسمع تاخدش نص الآية أو تاخدش كلمة من آية لازم تفهم الـ 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 الكتاب بيقول إنه متى جاء الكامل سيبطل ما هو بعض متى جاء الكامل من هو الكامل هم بيقول الكتاب المؤدس لا الكامل هو الروح القدس هو رب يسوع رب يسوع في مجيء المسيح الثاني صحيح تمام فلما في المجيء الثاني أنا مش محتاجة أنا لما أدخل السماء أنا محتاج ألسانة إذن الألسانة هتعبطوا فعلا في السماء والنبوات هل أمي محتاج أنا بلق الروح القدس لما أدخل السماء أنا أردي معجون بالروح القدس لأنه داخل محضر الله أمام العرش صحيح معلش عندي أسئلة كتير حل الأسيس والوقت بيخلص طيب بولوس الرسول بيقول في كورنسوس الأولى الصحيح الـ 12 والعدد 29 كورنسوس الأولى 12-29 بيقول ألعلى جميع رسل ألعلى جميع أمبياء ألعلى الجميع معلمون ألعلى جميع أصحاب قوات ألعلى جميع للجميع مواهب شفاء ألعلى الجميع تكلمون بألسنة ألعلى الجميع يترجمون هنا الناس بتستنتج أن الألسنة والتكلم بألسنة مش للجميع ما رأيك آلأ مضبوط الكلام طبعا هذا كلام الرب لأن في ناس مش بتآمن وفي ناس عثرت عرفتي وفي ناس عندها خوف وفي شيء تاني كمان أساسي في شيء تاني وهذا لازم ننتبه له في بعض الناس ما أخدوش معمودية الروح القدس لأنه ما فيش طاعة لكلمة الله يعطي الروح القدس للذين يطيعونه صحيح عرفتي يعني أنا بدي أطلب معمودية الروح القدس وأمتلئ من روح الله ويفض فيه روح الله وأنا في داخلي في كراهية لإنسان كيف تتعمد بالروح القدس إذا أنا عندي كبرياء كيف الرب يعمدني بالروح القدس إذا أنا عندي عدم غفران اتجاه إنسان كيف الرب يعمدني بالروح القدس إذا عندي خطايا مستترة كيف رح يعمدني بالروح القدس فمش الكل بتكلمه في ألسنة طبعا لكن بولس الرسول قال أريد أن جميعكم تتكلمون في ألسن ليه لأنه لما بتتكلم في الإسان تبني نفسك في شيء بيحصل في داخلي على فكرة مستحيل تقدر تفهم هذا الكلام غير لما تختبره في شيء بيحصل في داخلك لما بتبدأ بتصلي بألسنة أنت عارف زي الجاينت زي العملاق في داخلك بتصير في قوة في داخلك ديناميكية في داخلك تتولد لما أنت تمتلئ من الروح القدس هو أنا اللي بابتدي أتكلم ولا الروح القدس اللي ما بينزل علي بيخلينا أتكلم هو اللي بيبدأ هو زي الدينم وزي الطاقة بس أنا لازم أسمح له أنا أفتح بقينا بقرتي تمام في ناس بتقول أنه كتاب يقول توبل الذي يقرأ والذين يسمعون أقوال هذه النبوة في رؤية واحد واحد وتلاتة معنى كده هوت أنه أما بنقول أنه حد يقف في الكنيسة وليه رسالة أو إعلان هو في أهم من الإعلان اللي الرب كتبه بالروح القدس في كتاب المؤدس شوفي بصف الأعمال اللي بحكينا هم عم بيصلوا واحد من الأشخاص اسمه جابوس نبي قال رح يكون فيه مجاعة صحيح حصل هذه بروح النبوة أعلن فكل احتاط للمجاعة فالرب لما بينبق بشيء في وسط الكنيسة لمصلحة الكنيسة ولمجد اسمه احنا محتاجين لهذا الشيء حتى الله يتمجد في الوسط أنا محتاج للمواهب الروحية في وسط الكنيسة ربي يعني ياريت بصلي أنه كل شخص في الكنيسة يكون فيه عنده موهب من المواهب أمين أمين سؤال واحد بس على صلاة التكلم بالألسنة هل التكلم بالألسنة فيه قوة أكثر من هي الصلاة بالروح أقوى من صلاة الزي شوفي التكلم في ألسنة نوعين النوع الأول صلاة بينه وبين الله النوع التاني النوع التاني هو رسالة أو نبوة فلما نكون في وسط الكنيسة وعنده رسالة في ألسنة أنا بقدمها لازم تترجم ضرورة الترجم يا إما الرب يعطيني أنا أني أترجمها يا إما أني أنا بصلي حتى الرب يقيم إنسان يترجم هذه الرسالة حلو لكن إذا ما عندي ترجمة وما في إنسان اللي بترجم الكتاب قول يسكت ويكلم نفسه والله صحيح ليه لازم يكون فيه ترتيب في الكنيسة فالشخص اللي بتيعطي رسالة في الكنيسة لازم يكون فيه هناك ترجمة في بعض الأحيان حصلت أدة مرات في الكنيسة إنه أكتر من شخص يكون الرب معطيني أنا الترجمة بتلاقي شخصنا نيوقف ويعطي نفس الترجمة صحيح رفتي أنا ساكت أنا عارف إنه هذا الكلام من الله رفتي فمهم جدا أنه لما فيه رسالة شخص يعطي رسالة نصلي للترجمة وعلى فكرة صحيح الروح اللي بتنعطى فيها الرسالة تختلف كليا عن الصلاة في الألسنة صحيح لأن في الصلاة في الألسنة أنت مش عم تعطي تفرضي الكلام بيطلع من فمك على الكنيسة الصلاة في الألسنة عم تتكلمي مع الله فأنا لما بصلي للرب بألسنة هاي الألسنة مش محتاجة أنها تترجم ليه؟ لأنه روحي تصلي لكن دهني بيلان ثم بالزبط بالزبط أنا مش مفروض أن أفرد أفرد صلاة بالألسنة على كل الكنيسة ليه؟ لأن هذا بيني وبين الرب ممكن أتمتم آه ممكن أحكي بصوت واتي أي بس أنا عم بصلي روحي تصلي محدش يقدر يقولي ما تصليش أو محدش يقدر يقولي تعال ترجم اللي أنت بتصلي أنت مالك أنا روحي تصلي لو أنا فهمان اللي أنا بصلي هو الروح بيشفع فينا بأنات لو ينتق بها كتاب بيقولك فروحي تصلي من الطفولية في المسيح أني لما أبدأ أعمم صلاتي على كل لا وأنا بصلي في الأسنة لا ننتبه لأنفسنا إلهنا مش إله تشويش صحيح صحيح عايزنا نكون في نظامه في ترتيبه بلاياقة يا يا ده مهمة قوي قوي التنابؤ أحسن ولا التكلم بألتنا ما هو التنبؤ التنبؤ هو ما نكلم الناس في البنيان ووع وتعزيم في الزفت هذا هو النبوة أعرفتي النبوة كتير مهمة النبوة بتشجع ناس كتيرين عفكرة بتكوني داخل الاجتماع بتلاقي شخص بيقوم بيعطي نبوة الكلمات اللي بتسمعيها بتكون احتياجك انت الشخصي صحيح ويا ما سمعناها وبيفتكرون الأسيس بيقول عليهم ممكن الأسيس ما يكونش عارف أصلا عن نوع بالزبط دي نقطة مهمة قوية في الحقيقة سئلة كثيرة جدا كان نفسنا أكتر نقولها لكن قلنا المفيد قوي قوي والهام جدا لحياتنا وشوقتنا كتير نحنا نكون بنعمل دوت يحد الأسيس ونحنا نكون بنتكلم ونكون على يعني قلب الرب زي ما حي كنت بتقول في الأول أنه أحيانا ذهننا ما بيفهمش أمور كثيرة جدا وده نتيجة محدديته لأننا نحنا لسه في الجسد لكن ما بنبقى في الروح زي ما كان كتاب مؤدس بيقول كنتوا في الروح في يوم الرب بنقدر نفهم الأمور العالية لروح الله ونقدر نميز الأمور المتخلفة ولا أجمل ولا أجمل من الصلاة في الروح والترتيل في الروح صحيح صحيح ونأرواع نفسنا كل الناس تكون ونأرواع من هذا الشيء لا تحرم نفسك قل لي يا رب اللي عندك أعطيني أنا محتاج أخذ منك أمين أمين يا حضر الأسيس حالي مشكورك جدا لقائد لوجودك معنا كل سنة وحضرتك طيب ودائما في انطلاقة روحية مجيدة أمين واستخدام بالروح القدس أمين لحضرتك وللشخصك وكمان للأسرة وكمان لخدمتك وكنستك الرب دايما يستخدمك فيما بيننا للمجد إسم عزيزي مشاهدين عندما وقف بطرس في يوم الخمسين في الكتاب بيقول كده في أعمال للرسل الاتنين بيقول فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم قالوا لبطرس ولسأل الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة قال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين عم بعد كل من يدعوه الرب إلى شكرا لحسن انتبعتكم إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكارما المباشر ورحمة الله يسوع جهو قال أنا الكارما الحيقية كنت كمان الأبصال ولازم تثبته فيها الكارما الكارما شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وفي قطرة كل هموم الكارما الكارما ومدام احنا الأخزان سكتين في الكارما يسوع بشهادة لكل الناس بسكن في النور للجموع الكارما 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 يلا بعدي ما ويا نتشارك المسئولية ننخلي رسالك الكارما وصل كل البشرية الكارما 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 المنظر اشتركوا في القناة